أربع أغلاط ممكن تكون قاعد تسويها حاليا قاعد تمنعك من الوصول لأفضل بناء عضلي فبهذا الفيديو هعلمك عليها عشان تتفاداها وتوصل لأفضل عضلات ممكن توصل لها Let's go وياهلا والله فيكم معاكم الكوتش عبدالعزيز دلحي واليوم هعطيك الأغلاط اللي أشوفها منتشرة بين المبتدئين خصوصا واللي قاعد تأخر عندهم بناء العضلي قبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسى تعطيني لايك وتشترك بالقناة إذا أنت مو مشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد الغلط الأول هو عدم تطبيق مبدأ الزيادة التدريجية إيش هو مبدأ الزيادة التدريجية؟ هو أنك تحاول تسوي أفضل من أدائك الأسبوع اللي فات والأسبوع اللي قبله طبعا في ثلاثة أشياء أساسية نعتمدها في تطبيق الزيادة التدريجية الحاجة الأولى هي الوزن اللي أنت قاعد تشيله والحاجة الثانية هي العدات والحاجة الثالثة هي عدد الجلسات الأسبوعية اللي أنت قاعد تلعبها فعلى سبيل المثال نتكلم على تمرين الصدر المستوي إذا أنت اليوم لعبت بعشرين كيلو كل يد لعبت عشر عدات ثلاثة جلسات أنت الأسبوع اللي بعده تحاول يا إما أنك تزود الوزن مثلا واحد وعشرين كيلو أو اثنين وعشرين كيلو وتثبت العدات والجلسات وبكذا تكون حطيت ضغط إضافي على جسمك عن الأسبوع اللي فات وحتكون حطيت محفز لأنه جسمك يتطور ويبني كتلة عضلية طيب إذا حسيت أنه هيكون صعب عليك أنك تزود الوزن أنت وصلت لوزن معين إذا زودت عنه ممكن ما تكمل العدات تبعك ممكن تزود عدة أو عدتين عن الأسبوع اللي فات فبالتالي بكذا تكون طبقت مبدأ الزيادة التدريجية أو ممكن تثبت الوزن اللي قاعد تشيله ثبت العدات وتزود جلسة طبعا ما أحبذ أنك تزود بالجلسات خصوصا لو أنت مبتدئ لأنه زيادة بالجلسات حتكون مجهدة بشكل أكبر خصوصا إذا ما كانت مدروسة فبالتالي مهم جدا لك أنك تبدأ تابع التمارين اللي أنت قاعد تلعبها وتسجل الأوزان والعدات اللي أنت قاعد تجيبها لأنه إذا أنت ما عندك الأرقام اللي أنت قاعد تسويها حيكون الموضوع عشوائي بالنسبة لك فلا تتوقع أنك تسوي نفس الجلسات نفس العدات نفس الأوزان وجسمك يتطور لازم تعطي جسمك سبب عشان يتطور وعشان يبني عندك قوة وكتلة عضلية أفضل فلو حابين نشرح الزيادة التدريجية بفيديو منفصل اكتبوا لي بالتعليقات وحنفصلها بالكامل الغلط الثاني تغيير التمارين تبعك من أسبوع للثاني لازم تخلي في بالك أنه التمارين اللي أنت بتلعبها مهارة زي أي مهارة ثانية في حياتك أبغاك تتخيل أول ما تعلمت أو تعلمتي تسوقي سيارة في البداية أنت ما أنت متعود خايف قاعد طالع المرايات تحسوا أن كل الناس حتصدمك بس كيف إحساسك بعد ما سكت شهرين ثلاثة شهور خمسة شهور حسيت أنك واثق من نفسك ممكن تسوق وأنت مغمض عيونك صح أو لا نفس الحاجة التمارين أنت لما تتمارون تمرين جديد عليك هتحتاج أنك تتعود على الأداء تبعه وعلى التكنيك الصحيح عشان تبدأ تطبق الخطوة الأولى اللي قلت لك عليها اللي هي الزيادة التدريجية لأنه الزيادة التدريجية والزيادة بالأوزان والعدات والجلسات هي الأساس لأفضل بناء عضلي وليس أنك تمكس بالتمارين حركات بغصدم العضلة هذه يخليها عنك لأنه أنت ما قاعد تصدم العضلة أنت قاعد تصدم نفسك لأنه ما في شيء اسمه لازم أصدم العضلة عشان تتطور بشكل أفضل أنت ما قاعد تصدم غير نفسك بالعكس العضلة تبغى تتعود على التكنيك وتزود فيه الأوزان عشان توصل لأفضل تحسن ممكن توصل له فأنت اللي تسويه هو أنك تحدد عدة الأيام اللي هتتمارن فيها وتحدد العضلات اللي هتستهدفها بكل يوم وتحدد تمارين معينة تثبت عليها أقل شيء من 10 ل 12 سبوع قبل ما تضيف أي تغيير عليها وبالتالي مع تطبيق الخطوة الأولى أنت من الأسبوع للثاني مثلاً اخترت في يوم الصدر هتلعب صدر مستوي صدر علوي صدر سفلي مثلاً مثلاً هذا مو لازم تمشي عن نفس الخطة هذه فبالتالي أنت تشوف أنه أول أسبوع مثلاً كنت تشيل 20 كيلو بعشر عدات الأسبوع اللي بعده 20 كيلو بـ 12 عدات الأسبوع اللي بعده 20 كيلو بـ 14 عدات بعدين الأسبوع اللي بعده هتلعب مثلاً 22 كيلو بـ 17 عدات هتبدأ تزود من أول وجديد هيكون عندك مقياس تقيس عليه تقدمك بأدائك على عكس لما أنت كل أسبوع قاعد تغير التمارين تبعك فما هيكون عندك مقياس ثابت لتقدمك وتطورك وكمان بنفس الوقت هتخسر فرصة كبيرة أنك تزود بي الحجم التدريبي وتزود بي الزيادة التدريجية اللي ممكن تطبقها لعضلاتك لتطور وبناء عضلي أفضل فبالتالي حدد مجموعة معينة من التمارين وإثبت عليها أقل شيء من 10-12 أسبوع وطبك فيها الزيادة التدريجية وتابع أوزانك والعدات اللي قاعد يسويها وحاول أنك تكون أفضل من نفسك أسبوع بعد أسبوع قدر المستطاع الغلط الثالث هو الدلع العضلي ممكن البعض فيكم اللي متابعني على التيك توك وعلى السناب شات سمع بموضوع الدلع العضلي هذا إيش الكونسبت حق الدلع العضلي الدلع العضلي طبعا هي حاجة أنا طلعتها وهي بكل بساطة أنه مثلا عندك ثلاثة جلسات تلعبها في ثمارين معين الجلسة لما تخلصها تحس أنك تقدر تلعب عدات زيادة يعني تلعب خمسة عدات ستة عدات زيادة الجلسة هذه ما هي محسوبة عندك الجلسات اللي تحسبها عندك هي الجلسات المحفزة للبناء العضلي إيش هي الجلسة اللي تلعبها وتكون محفزة للبناء العضلي هي الجلسة اللي تكون قريبة من سقف الفشل العضلي يعني مو لازم توصل للفشل العضلي قبل الوصول للفشل العضلي بعدة أو عدتين ممكن توقف يعني على سبيل المثال إذا أنت قاعد تلعب تمارين الصدر ولعب ثمانية أو تسعة عشرة بعد ما خلصت العدة العشرة تحس أنه ممكن تجيب عدة أو عدتين بالليالله هذه الجلسة تعتبر جلسة كويسة على عكس مثلا لما تلعب عشرة داعش ناعش بعدين توقف وأنت كان يمديك تلعب خمسة ستة عدات زيادة أنت الآن في منطقة الفشل العضلي طيب إيش الحلول يا عزوز الحلول يا أنك تزود الوزن حاجة بسيطة أو أنك تزود العدات اللي أنت قاعد تلعبها فبالتالي تكون الجلسة اللي هتلعبها الجاية بشدة كافية وبشدة محفزة للبناء العضلي فأغلب الناس يوقع بالغوطة هذه أنه مثلا يلعب أول جلسة بوزن خفيف ويحسب الجلسة هذه الجلسة اللي تكون بعيدة خمسة ستة عدات عن فشل العضلي هذه جلسة تسخين ولا تحسب مع جلساتك الأساسية إذا أنت عندك أربع جلسات ولعبت بوزن خفيف جدا أول جلسة لا تقول باقي لي ثلاثة جلسات لأنه بكذا أنت قاعد تسلك النفسك قول هذه كانت جلسة تسخين وإلعب جلستك الأساسية بالوزن اللي يعطيك شدة كافية وتكون بعيد عن الدلاء العضلي فعشان ألخص لك الموضوع تأكد أنه كل جلسة تلعبها وأنت حاسبها لنفسك كجلسة أساسية تكون جلسة محفزة للبناء العضلي إيش يعني جلسة محفزة للبناء العضلي يعني تكون قريب من صقف الفشل العضلي مو لازم توصل له لأنه في ناس فهموني غلط على الاسناب شات وقالوا لي البار طاح علي ومدر إيه أنا قاعد أقول لك خليك قبل الفشل العضلي بيعدة أو عدتين يعني على أقل لازم وجهك يتغير في نهاية الجلسة ما تكون جالس وانت مرتاح الغلط الرابع أنك ما تكمل احتياجك من البروتين أنا عارف أن البروتين هو أصعب عنصر غذائي تكمله في أكلك لأنه ما هو متوفر عندنا في البيت خصوصا للناس اللي معتمدين على أكل البيت أو الأكل مع أهلهم دائما يكون عندهم نقص بكمية البروتين اللي هم ما يأكلوها فتأكد أنك تدخل على الأقل 1.6 جرام لكل كيلو بجسمك من البروتين 1.6 جرام هو أقل كمية بروتين فعالة لأفضل بناء عضلي وإذا تبغى تزود تكتر تزود خصوصا إذا أنت قاعد تمشي بمرحلة تنشيف حيفضل أنك تأخذ الحد الأعلى من البروتين عشان يحسك بالشبع وعشان تحافظ على الكتلة العضلية اللي عندك وهذا كان الفيديو لليوم اكتبوا لي بالتعليقات إذا عندكم أي سؤال عن الأغلاط الأربع اللي قلناها وإيش أكبر غلط أنت كنت توقع فيه وحتعدله بعد الفيديو وقبل ما تطلع لا تنسى تعطيني لايك وتشترك بالقناة وتشارك الفيديو مع شخص ممكن يستفيد منه أو يحتاجه وأشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر